يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا نبدأ مع حضراتكم حلقة جديدة السادسة طبعا أخبار كتير جدا وموضوعات كتير جدا يمكن أحداث الناس الحقيقة ما بتشبعش كورة واليومين دول حقيقة دخلت معنا كمان كوب أمريكا مع اليورو 2020 مع سادات الأهلي طبعا لقابل نهاية شامبينز ليج فعندنا كلام كتير وعندنا أخبار كتير جدا منتخب مصر الأوليمبي كمان حاضر في المشهد الحقيقة بعد السلسية أعتقد مطمئنة ومريحة أو المواجهة التانية لجمعاته بجنوب أفريقيا مباراة شهد التقلق أحمد ياسر ريان الولد الحقيقة ما شاء الله عليه يعني بيثبت وبيدي برضو كمان الحقيقة درس مهم جدا في فكرة الإصرار يعني أنا بشوف أنه فكرة الإرادة والإصرار دي واحدة من أكتر مقاومات نجاح أي حدف مش بس في الكرة في أي حاجة في الدنيا وأحمد ما اكتفاش بس بأنه ولد عنده إمكانيات وعنده مهارات كويسة لكن في كل مطب صعب تعرض له كان قادر يرجع ودي في حد ذاتها ميزة كبيرة جدا ومش موجودة غير عند اللعيبة الكبار اللي مدركين تماما حجم إمكانياتهم وعندهم ثقة كبيرة جدا في نفسهم وعندهم رغبة وإصرار في أنهم ما يقبلوا أي تحدي وأحمد ياسر كسب أكتر من تحدي الحقيقة وقدم مباراة نسخة رائعة الحقيقة من كمهاجب لمنتخب مصر والأوليمبي أحرز هدفين صلاح محصن كمان تقلق الفرق أنبارها الحقيقة اللي قابت مباراة ييدا قياسا أو مقارنة بالمطش الأولاني وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا الأوليمبي اللي رايح طبعا توكيو عشان يلاقي فرق من عيارتي إيل برضو ولكن الحقيقة التشكيلة والكوكبة يعني دايما لما بنبص المنتخبات الأوليمبيا تحديدا ممكن أنك أنت تلاقي 11 حلوين تلاقي 11 تؤال في الملعب لكن صعب أنك أنت تلاقي البدايل اللي ممكن تكون على نفس المستوى التشكيلة بتاعت كابتن شوقي تشكيلة عظيمة جدا تحتار الحقيقة أنت لو أحددك الفكرة أنك أنت تاخد قرار تحط مين 11 لعيب أساسي هتواجه حيرة لأن عندك في كل مركز الحقيقة أسماء على مستوى علي جدا والحقيقة أمنا كبير جدا في المنتخب ده إن شاء الله الفترة اللي جاية ما يكونش فيه إصابات وما يكونش فيه حد برى السكواد وإن شاء الله بإذن الله يسافر توكيو بالسلامة يكونوا في أحسن مستوى من الجهزية ويقدموا عروض قوية ما عنديش شك أنهم يقدروا حتى لو كان قدامنا أسبانيا والأرجنتين واستراليا أنا شايف أن المنتخب مصر يقدر كون التوفيق للولاد إن شاء الله هنتكلم على حضراتكم عارفين طبعا وفي الأجندة الدولية تونس كان عندها تلات مطشات مطش الأول مع الجزائر ومطش الثاني مع الكونغ ومفترض كمان هيلعبوا بكرة إن شاء الله مع مالي أعتقد بكرة هيلعبوا بمطش الثاني مع مالي وبالمناسبة ويمكن ده واحد من الأخبار نتكلم فيها النهاردة إنه في السكواد بتاع تونس كان فيه أكتر من لعب في الترجي النهاردة صدر قرار من الجامعة التونسية أو الاتحاد الكرة التونسي يعني إنه لعبة الترجي كلها تطلع بره المعسكر عشان يدخلوا أو ينضموا لمعسكر فرقة الترجي اللي بيبدأ طبعا استعدادا للنادي الأهلي يوم السبت خلينا نتكلم في التفاصيل مع حضراتكم وكلمكم كمان على أخبار فرقتنا وأخبار المسحة بس خلونا نروح لفاصل ونرجع نتكلم في السادسة